السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبات وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي إن شاء الله نتابعين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جام كتاب بايبيت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة إن شاء الله هناخد مع بعض النهاردة جنرال اكسرسيز تدريبات عامة الليسنز على الدرسين 3&4 التالت وي الرابع من الوحدة الحداشر للصف الثاني الإعدادي من كتاب المعاصر صفحة 237 وأول سؤال معي خاص بلاستماع استمع واختر بيجيب لفكرة باستمع إليها جيدا من خلال المعلومات اللي وردت عندي في الفكرة ببدأ أجاوب على أربع أسئلة الاختيارات اللي هم موجودين عندي في أول الاختبار لسمعني كده الفكرة بتقول إيه اللي هي الطائرات اللي هي بدون طيار تقدر إن هي تطير لكن هي مش محتاجة شخص إن هو يطيرها أو يسوقها نقدر إن إحنا نستخدم النظام التحكم أو جهاز التحكم عن بعض إن إحنا نقدر نتحكم في الطائرات اللي هي بدون طيار دي يعني من الأرض في المستقبل الطائرات اللي هي بدون طيار هتساعد في حل بعض المشكلات البيئية جاب لي هنا أول سؤال بيقول لي هنا إيه كان ليه طائرات بدون طيار كان تقدر إيه سوم يعني يسبح أو يعيم أو يعوم آآ سينك اللي هو بمعنى إيه يغرق فلوت يعني يطفو فلاي يطير يبقى تقدر إن هي إيه فلاي تقدر إن هي تطير تمام بعد كده رقم اتنين وي كان يسنقدر نستخدم إيه كنترول عشان نطير آآ الطيارة نتحكم فيها سماع بنستخدم إيه بقى ريموت كنترول اللي هو نظام نتحكم عن بعض يعني مجاور أو قريب نير يعني قريب يعني بعيد نقدر نستخدم ريموت كنترول نظام التحكم عن بعد نطير بها الطيارة نقدر نتحكم في الطائرة اللي هي بدون طيار دائمين بقى من سكاي من السماء من البحر من الارض ولا من النهر طبعا بنتحكم وإحنا موجودين على الارض رقم اربعة في المستقبل درونز اللي هي الطائرات بدون طيار هتقدر تساعد في حل صم نقط مشكلات ايه بعض من المشكلات ايه يعني صحية يعني بيئي ولا ميكانيكل ميكانيكل اللي هو الميكانيكي ولا هستوريكل تاريخي طبعا هتحل اوسعت في حل المشكلات الايه بعد كده الجزء الخاص بالمحادسة والحوار الحوار التالي بيقول لي هنا ايه يعني بيسأل رايان ايه عن اللي هي الخطط بتاعته يعني بعد الظاهرة بقى هيعمل ايه شادي بيقول يعني انت هتعمل ايه في فترة الظاهرة او ما بعد الظاهرة رايان رد عليه شادي قال له يعني ايه الوقت بتاع تمرين السباحة الخاص بيك تمام او تدريبك على السباحة تدريب السباحة الوقت ايه طيب اهو قال له انا هعمل ايه انا هذهب ليه اتمرن على السباحة يبقى ايام يعني ينوي على ايه ان انا اذهب لتدريب السباحة للتدريب على السباحة هنا شادي بيقول ايه المعات بتاع تدريب السباحة بتاعك رايان قال له الساعة السالسة والنصف الساعة السالسة والنصف انا هروح اتطرب على السباحة هنا اه رايان قال له حاجة فهنا رايان بيسأله سؤال شادي قال له انا عايزك ان انت تجي معايا لجو شوبين يعني اذهب ليه التسوق تجي للتسوق معايا طبعا هيقول له انت بتسأل ليه انت بتسأل ليه علامات تدريب السباحة يبقى why لماذا do you ask me why do you ask me ليه انت بتسألني قال له عشان عايزك تيجي معايا ليه انت تسوق فهنا رايان قال له حاجة شادي سأله سؤال تمام تمام ممكن يقول له ايه فرايان قال له انا هخلص الحصة بتاعة التمرين بتاعة في الساعة السادسة تمام يبقى هنا رايان قال له ايه طيب انت هتخلص امتى تمام يبقى هو قال له انا اقدر اجي معاك يبقى اي ولا انا مش هقدر اجي معاك يبقى ايه كانت يعني لا استطيع جو ان اذهب لا استطيع ان قاتي معاك قال له امتى هتخلص يبقى وين وين يو انت هتخلص التدريب بتاعك امتى قال له انا هخلص التدريب الساعة السادسة هنا شهادي قال له ايه طب ايه رأيك ايه ان احنا نذهب للتصوق في الساعة السادسة والنصف طبعا هيقول له ايه انها فكرة رائعة انها فكرة ايه جيدة او فكرة رائعة يقولي هنا اختر ذاك ركت انصر الاجابة الصحيحة رقم واحد نقط وارك فور شارتز شارتز اللي هي ايه ايه المؤسسات او الجمعيات الخيرية يعني مجانا بيشتغل او بيشتغل او بيعمل لصالح الجمعيات الخيرية مجانا تينجارز تينجارز اللي هم الايه المراهقين ولا هليكوبترز اللي هي طائرات هليكوبتر ولا درونز اللي هي الطائرات بدون طيار ولا اللي هما اللي هو المتطوعين يبقى مين اللي هو بيشتغل من غير اجر او مجانا الجمعيات الخيرية طبعا المتطوعين اللي هما رقم اتنين الناس بيستخدم ايه عشان تخلي المية او تساعد ان هي تخلي المية اكسر نقاءا نقية اكتر يبقى بتستخدم اللي هو الايه الفلتر او المصفا ولا آآ بلاستيك فلتر او المرشحات بلاستيك البلاستيك تستخدم البلاستيك ولا آآ المعادن ولا ترابش القمامة عشان تخلي المية نظيفة طبعا بتستخدم المرشحات او الفلتر او المصفا رقم ثلاثة ده اسم شخص ده اسم شخص يعني اخترع اخترع ايه عشان هنا يخرج او يتخلص من البلاستيك من البحر اخترع ايه بقى بكتيريا عشان يخلص البحر من القمامة اللي فيه ولا اخترع مشكلة ولا اخترع نظام عشان ينضف به البحر من القمامة اللي فيه ولا اللي هي الحياة الايه البرية طبعا هو اخترع سيستم نظام جايب لي بعد كده صفحة مئتين تمانية وتلاتين والسؤال رقم اربعة بيقول لي هنا هيفي كلوس هيفي كلوس اللي هي الايه الملابس الصقيلة الملابس الصقيلة من المناخ البارد بتعمل ايه من المناخ البارد بمعنى خطير ملائم ومناسب ولا يزلس يعني بلا فائدة ولبات سيئ الملابس التقيلة بتكون مناسبة للمناخ البارد يبقى هنختار هنا كلمات ايه ملائم ومناسب رقم خمسة بلاستيك نقط مشكلات بيئية تمام البلاستيك بيعمل ايه بقى هنا عندي يعني يقلل ولا كوزيس بيسبب المشكلات البيئية ولا كيلز يعني يقتل ولا عندي دي كايز دي كايز هنا اه يقصد هنا يحلل اه اللي هو التحليل دي كايز يحلل طيب انا عايزة اقول ان البلاستيك ده بيسبب المشكلات البيئية يبقى بلاستيك كوزيس يسبب المشكلات البيئية رقم ستة ويوز درونز بنستخدم اللي هي الطائرات بدون طيار ان هي تساعد في ايه الحياة البري بعد الفيضانات او بعض الحرائق ان احنا نعمل ايه لحياة البرية بعد الفيضانات او بعض الحرائق هنا سيف يعني يحفظ او ينقذ بننقذهم ولا دامج يعني يدمر او يضر ولا اللي هو النار او الحريق او المدفئة ولا سنت يعني يرسل طبعا احنا بنستخدمها ان احنا ننقذ الحياة البرية في وقت الفيضان وفي وقت الحرائق بعد جدا بيقول لي هنا ايه وين الرياح از ماتش بيدار فور او او البيئة بيكون افضل اكتر من اه للبيئة وبتعمل تلوث اقل يعني اقل في التلوث ايه بقى للرياح درونز اللي هي الطائرات اللي هي اه بدون طيار هي اللي بتقلل التلوث للبيئة والاكوبمنت المعدات ولا كيميكالز اللي هي المواد الكيميائية ولا انرجي الطاقة طبعا طاقة الرياح طاقة الرياح هي ديه اللي بتقلل التلوث وافضل بكتير اه للبيئة وبتقلل من الايه بتقلل من التلوث يبقى وين انرجي اللي هي طاقة الرياح طاقة الرياح رقم تمانية ايام نقط طبيب اسنان يوم التلاتة القادم هروخ للساعة ستة ونص يبقى ايو معها قام يبقى انا اسن هروخ للساعة الساعة 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 والنص تستخدم مضارع بسيط هنا الفعل هنا المصدر هنا في الماضي يعني بتلعب تنس هذا المساء او ناوية على كده رقم عشر ايام في الساعة الحدي عشر صباحا يوم الاحد القادم طالما هو ناوي وعنده ان هي الحاجة زي كده ومحدد ومرتب تمام ونقط او احنا محددين ومرتبين ونقط يعني عرض رائع او عظيم في الصالة او القاعة بتاعت المدرسة عندنا عرض رائع او هنشوف العرض الرائع في الساعة الحدي عشر من صباح ايه يوم الاحد المقبل تمام يبقى عندي هنا ايه وي معها ولا واتش هنا المصدر فقط ولا واتش هنا في الماضي ولا واتش هنا في الفعل في اس اصلا دهنا عندي وي يبقى وي ومعها وفرب اينجين عندي نية ومرتبة ومجهزة مرتبة ومجهزة نفسي ان انا هشاهد هشاهد العرض ده في القاعة او الصالة بتاعت المدرسة بيقول لي هنا جزء الخاص بالتصحيح بيقول لي علي نقط وجيب لي كلمة يعني يأخذ او يستقل الساعة الخامسة صباحا تمورو غدا نجيب لي كلمة تمورو علي هنا بياخذ معها الاس والفرب اي نجيب اس يبقى يعني هياخد او هيستقل رقم اتنين وطايم ايه الوقت يعني الى طبيب يبقى يبقى عنده اده كلمة الاستفهام وار على حسب الفاعل لان الفاعل يو وغون الفرب اي انجي يعني في فترة او في خلال عشر او في غضون ايه في غضون عشر دقائق في غضون عشر دقائق هو الاتوبيس هيمشي تمام يبقى فباس الاتوبيس جايب لي معها ايه يبقى ناقص في مضارع مستمر يبقى هزور عمتي او خلتي تمورو غدا عندي كلمة ايه بيجي لي معها ام وفرب اي انجي يبقى ام اي ام انا هزور عمتي غدا يبقى هنا بقى ايه الموضوع عن تلوز الماء وده ما الجواب عندي في نهاية الكتاب تلوز